النمسا تمنع دعوة الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار في غزة خبراء الاقتصاد يتوقعون ركوت في النمسا لعام 2024 النمسا تعيد 76 مهاجراً من سوريا وأفغانستان إلى بلغاريا أبب تطلب 19 قطاراً جديداً يسير بسرعة 230 كيلو متر بالساعة واتهام أحد بتاجر بيلا في فينة بالتمييز ضد المحجبات وأخيراً دراسة تكشف أن السجائر الإلكترونية لا تختلف عن العادية مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكارا أن النمسا وجمهورية التشيك يحولان دون دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل وأعرب فاردكارا عن أماله في إقناعهم بالموافقة وطالب المستشار النمساوي الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالعنف الجنسي الذي مارسته حماس في إسرائيل فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي لدعم وقف إطلاق النار وإدانة سقوط الضحايا المدنيين وفي الوقت نفسه لبى عددا من المسلمين دعوة لوزير الخارجي النمساوي لإفطار رمضاني للتعبير عن تعايش الأديان في النمسا عدل معهد فيفو وإيها إس في النمسا توقعاتهم لعام 2024 متوقعين ركودا اقتصاديا بدلا من الانتعاش المتوقع وتوقع فيفو نموا بنسبة 0.2% بينما توقع إيها إس نموا بنسبة 0.5% وتشمل أسباب التراجع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف قطاع البناء والإنتاج الصناعي بالمقابل من المتوقع استقرار سوق العمل وانخفاض التدخم وطالب المعهدان بخفض تكاليف العمل لزيادة الجاذبية للشركات حيث تأثرت النمسا بإلغاء التصاعد البارد وزيادة معدلات الإدخار في 2024 أعادت النمسا 76 مهاجرا من سوريا وأفغانستان إلى بولغاريا بموجب اتفاقية دابلين التي تفرض مسئولية اللجوء على الدولة الأوروبية الأولى التي يصل المهاجرين إليها وطالب وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر في بروكسل أنه من الضروري والعاجل بدء محادثات حول موضوع عادة النظر في الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على عمليات إعادة اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان وتعد بولغاريا محطة مهمة على طريق الهجرة من تركيا إلى دول غرب أوروبا بينما تتهمها منظمات حقوقية بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان طلبت شركة السكك الحديدية النمساوية UBB 19 قطارا حديثا جديدا من طراز ريال جيت بعد مشاكل تقنية الشتاء الماضي لتنطلق أولى الرحلات في الثامن من أبريل المقبل وستطلب الشركة 27 مجموعة قطارات بتكلفة 405 مليون يورو من شركة سيمينز وتوفر القطارات الجديدة تحسينات في الراحة والخصوصية بالإضافة إلى تجهيزات عصرية وأماكن الشحن والدراجات وتحسين مطعم القطارات وشبكة الاتصالات والإنترنت وتصل سرعته إلى 230 كم بالساعة ويتسع لـ 532 راكبا أثارت رسالة داخلية من فرع بيلا في فيينة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سياسة تمييزية وأوضحت الرسالة عن حد أقصى لساعات العمل وأجر معين في أحد أحياء فيينة الراقية مع استبعاد واضح للمحجبات من الوظيفة وأثار هذا غضبا واسعا خلال اليوم العالمي لمكافحة العنصرية وأكدت مجموعة ريفا التي تملك بيلا على إجراء تحقيق شامل نافية وجود أي تمييز عنصرية ومؤكدة إعلانها عن حملة توظيف تتضمن محجبات كشفت دراسة جديدة عن تغيرات في الحمض النووي لمستخدم السجائر الإلكترونية مشابهة لمدخن السجائر التقليدية تعرضهم لزيادة احتمال الإصابة بالسرطان وأجرى الباحثون بقيادة الدكتورة كيارا هيرتسوغ من جامعة إنسبروك في النمسا دراسة تشير إلى تغيرات جينية كبيرة في الخلايا المبطنة للفم وعلى الرغم من عدم تأكيد الدراسة لألاقة مباشرة بين السجائر الإلكترونية والسرطان إلى أنها تشير إلى خطورتها وشدتت المؤسسة الممولة للدراسة على ضرورة إجراء دراسات إضافية لتحديد تأثيراتها الصحية على المدى الطويل كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنتما معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة موسيقى سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة